جهود حثيثة لتدارك السقوط المريع للعملة اليمنية بلغ هذا السقوط الحدود الكارثية وهدد بنهيار وشيك لاقتصاد البلاد المتهالك أصلا وضع دفع بالرئيس عبد الربو منصر هادي إلى أن ييمم شطر الرياض هناك حيث تشير الأنباء إلى أن الرئيس حصل على وعود من الحكومة السعودية بتقديم وديعة جديدة بقيمة مليار دولار في إطار جهد لم يتوقف لإقناع دول في مجلس التعاون من بينها قطر التي تردد بأن الرئيس طرح عليها الطلب نفسه إبان زيارته الأخيرة للدوحة توقف الصادرات الرئيسية للبلاد وفي مقدمتها النفط والغاز وتوقف المنح والقروض من الدول المانحة واستمرار الحرب التي يشنها الانقلابيون منذ أكثر من عامين أسباب مباشرة لهذا الانهيار المريع للريال الذي شارف حدود 390 ريالا مقابل الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية فيما لا يزال السعر الرسمي المعتمد في حدود 250 ريالا انهيار لم تشهد العملة اليمنية له مثيلا دفع بصيارفة إلى إقفال محلاتهم وساهم في تدني الثقات بتعافي الريال إلى جانب الأثر الأسوأ والمتمثل في الارتفاع الحاد في أسعار السلاع مصادر في الحكومة تحدثت عن قيام الأخيرة بتعزيز البنك المركزي في عدن بكمية إضافية من العملة الصعبة لتوفير السيولة النقدية خصوصا إثر نجاحها مؤخرا في استعادة 700 مليون دولار من الاحتياطي النقدي الخاص بالبنك المركزي كانت مودعة لدى البنوك خارج البلاد تحالف الانقلاب الإمامي في صنعاء الذي يقف وراء كل ما يحدث في اليمن من كوارث قرر وقف اعتمادات الاستيراد لمدة شهر كامل ومعه وقف التعامل بالدولار أمر قد يترك عكاسات خطيرة على الوضع التمويني وعلى أسعار السلع الأساسية عودة دعاة الإمامة إلى المشهد في اليمن عبر انقلاب 21 سبتمبر 2014 عرض اليمنين لمجاعة ليس أسوأ منها إلا تلك التي عاشها أباؤهم وأجدادهم في عهد السلطة الإمامية في أربعينيات القرن المنصرم